السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حصة جديدة في قناة علوم حياة الارض. معكم استاذ عمدرحمن. في حصة اليوم ستناولون الخاص الخبر وراتي. نزولنا عندها رغبات واحدة مجموعة منهم اللي رسلوني في الواتساب. ومنهم اللي شجلوا طلب ديالهم في القناة. ثم كذلك ترحب تلامد جدا اللي ينضموه بالقناة. مرحبا بكم جميعا. إذا نبدأ كي قلنانا جميع الملخصات ستناولون التعاريف لتتهم الدرس ثم الرسومات اللي كانت في الدرس. لأنه ممكن يتعطى واحد رسم وتعطين مفتاح ولا تعود تصموه. ثم كذلك المفاهيم. إذا بالنسبة للخبر وراتي. هذه مجموعة من تعارف لتتهم الخبر وراتي. إذا نبدأ بأول تعريف. الخبر وراتي. مجموعة من المعلومات البيولوجية التي تتحكم في الخصائص القابلة للانتقال من جيل إلى آخر وتتمثل طبيعته في الأدئين. الانقسام غير مباشر. آلية تمكنه من نقل الخبر وراتي. وتمكنه كذلك من التكاطر وتعويض الخلايا الميتة. وممكن نضيفه. يتكون من أربعة مراحل. تمهيدية. ثم الاستوائية. ثم الانفصالية. فالنهائية. الدئان. حمد نووي ريبوزي. ناقس الأكسجين التكون من نولابان متكاملا. سبغي عبارة عن الدئان زائد هيكل بروتيني. نيكليوتيد قاعدة آزوتية زائد حمز فوسفوري زائد سكر ريبوزي ناقس الأكسجين. نيكليوزيد قاعدة عضوية آزوتية زائد سكر ريبوزي. ناقس الأكسجين. هنا إلا بنا نتكلم على نيكليوتيد ديال لاغين غادي نقولو وهالتعريف ولكن نفس سكر ريبوزي غادي نقولو كامل كالأكسجين. نيكليوزوم. خوية الأدئان ملتف حول الهيستون. تعريف الهيستون بروتينات تساهم في تلوله بالأدئان. دورة خلوية. دورة خلوية ظاهرة. مكونة من طور السكون زائد القسام غير مباشرة. مضاعفة نسف محافظة. آلية تمكن من حصول على جزئتين من أدئان متماثلتان واشبهان الجزئة الأصلية. وتضم كل جزئة لولب قديم ولولب جديد. عيون نسخ. أشكال هندسية تظهر على الأدئان أثناء النسخ الجزئي لهذه الأخيرة. وحدة رمزية. ثلاث نيكليوتيدات من الآغين من الصاجي أو الآغين الرسول. مضاد الوحدة الرمزية. ثلاث نيكليوتيدات بالآغين الناقل التي تتكامل مع الوحدة الرمزية. الرمز الوراتي وهو مجموع العلاقة التي تربع بين الوحدات الرمزية والأحماض الأمينية. موريتة. متتالية من كليوتيدات الأدئان تراقب صفة محددة. حليل. الشكل الذي توجد عليه الموريتة. صفة. ميزة تميز فرض وتنقص صفات كمية بمعنى تقاص كالوز مثلا أو الطول أو كيفية توصف ولا تقاص مثلا اللون. تفرغ تغير فجاء على صعيد الطعان ينقلهم جين إلى آخر. الآغين حمد نوع ربوزي كامل أوكسيجين. الآغين ميساجي حمد نوع ربوزي كامل أوكسيجين ينقل رسالة من نوعات إلى السيتو بلازم. الآغين تي. الناقل. نوع من الآغين يتضمن موقعين موقع تبيت حمد آميني. موقع يسمى مضاد لوحدة الرمزية. الهندسة الوراثية. مجموعة من التقنيات تمكن من تغيير الوراثي للخلايا الحية بواسطة نقل موريتة. الريبوزوم. عضي سيتو بلازمي يتكون من بروتينات زائد آغين ريبوزومال ويضم وحدتين وحدة كبرى وحدة صغرى. ننتقل إلى الرسومات اللي ممكن يتحطو في الفرد الوطني أو فرد المراقبة المستمرة بين هاد الرسومات مراحل القسم مباشر عند خالية ناباتية عند خالية حيوانية. نكون تلميذ قادر على تمييز الطور التمييدي على الطور السوائية. بما ده يتميز الطور التمييدي في خالية حيوانية. اولا بداية تشكيل مغزل لولوني. ظهور السبغات وتلاشي او انحلال الغشاء النووي. اذا هذا الرسم ممكن يتحطو في واحد تمرين وتتعرف على هاد المرحلة. اذا اشنا مو الميزات ديال هاد المرحلة التمييدي. بداية تشكيل المغزل لولوني. تلاشي الغشاء النووي. ظهور السبغيات. او ممكن تكون عندنا كذلك النهاية ديال هاد المرحلة التمييدي. غد يلقاوا السبغيات غير متموضعة لا في خط الاستواء ولا في اطراف. اذا تموضع شوائي تمييز التمييدي. نتقلوا المرحلة الموالية اللي هي المرحلة الاستوائية. عندنا السبغيات على خط الاستواء الخالية تشكيل الصفحة استوائية. تلمر انفصالية. هذا التنشطر جزئي المركزي. سيبغيات تهاجر نحو الاقترب. تمتكلم على الصعود القطبي. النهاية تدهر نوية من جديد ودرغشة النووي. تدهر خليتي. هادا عند خلية حيوانية عند خلية نباتية. عواض اه نجيمة اللي شنا. غد يلقاوا كما قطبية. ثم في القطة فاش غادي تنشطر الخالية الخليتين بنتين. عن خلية حيوانية كان اختناق اه اختناق اه اختناق بلازما اختناق استوائي. بينما الخلية النباتية تتنشطر الخليتين عن طريق التحام حواصلات جهاز قولجي. اذا الرسم الثاني اللي خاص انتبهوا لي واللي ممكن يكون عندنا في الفرض المراقبة مستمرة او في الفرض الوطني. وهذا رسمتي يمثل مراحل ترجمات الخبار الخبار الوراثي. اذا عندنا البداية ثم استطالة فالنهاية. اذا البداية ممكن يكون عندنا هذا الشوش هذا. اما التحاق الوحدة الربوزومية الصغراء والوحدة الربوزومية الكبراء ثم الاغين تاي الذي يحمل الميتيونين. او يعطينا الصورة ديال الربوزوم واضيفة او كامل. عندنا الميتيونين ثم التحاق الحمد الاميني التاني. احنا تنتكلموا لي بداية اللعب دينا. اذا غادي لقاو من واحدة الجوج ديال احمد الاميني. الاستطالة الاستطالة. الاستطالة. اذا نقبل تلقاو الحضار المزية باش غادي نبداو ايا او جي. وباقي فيها. يلا ابدأ. او جي لرجم الميتيونين. بالنسبة الاستطالة اش تلاحظو ان سلسلة البيبتيدية تتغير طول ديالها تتزاد. تتزاد احمد الامينية. اذا من ميبالك تتزاد احمد الامينية. الربوزوم تنتقل ما بقاش في الحضار المزية المرحلة الاستطالة. المرحلة الموالية اللي هي النهاية. النهاية باش نتعرفها غادي نصل الربوزوم بحضار رمزية بدون ميناء اللي هي او 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 ا ستجد ان تم محضار رمزية. ها كيف حدث الربوزوم تكون تحصيل شعور والتحرير الميتونين. اذا بالتالي نتحدث على المرحلة النهائية. اذا كيفاش كيف تضع المراقبة مستمرة للفرد الوطني وراء فاتح الواحد الوطني تتعطي اسماء المرحل ثم تتعطي اسماء ديال هاد العناصر هذا الريبوزوم اللي يشاد في الحمد الأميني وتيجيبه وقربه لعنزوم والآخين ناقل بين الحمار الأمينية كان هاد الخط اللي تنسميه ورابي بيبتيديا إذا الرسم الأخير اللي عندنا في هذا الدرس وخصنا نكونوا منه على بال هو هاد الرسم اللي تيمثل مضاعفة الـ Rdn ممكن تطلب منك المفتاح ديال هاد الرسم إذا هنا أنزم إليكاز اللي مسؤول عن هادم الروابط الهيدروجينية ثم الـ Rdn اللي هو واحد الأنزم مسؤول عن بلمارة الـ Rdn هنا نتخوى بخيم في تجازك بخيم إذا هاد غادي اسميه ولولا بدو استيطالة متصلة هنا عندنا القطبية ساك بخيم في تجازة تخوى بخيم ساك بخيم بتنشوف وراتها هذا اللي الفوق إذا بالتالي تنسميه ولولا بدو استيطالة متقطعة كهين واحد مجموعة البروتينات اللي تتساهم في حد استقرار اللولب هنا تتمنع إعادة الروابط الهيدروجينية بين اللولابين تنعرفوا أن السيتوزين مع القوانين تترتاب تلاتة روابط هيدروجينية هشنا هي الروابط الهيدروجينية الهيدروجين تيوي المشترك بين جوج ديال البطارات والتيمين تترتابط مع الادينين بجوج ديال الروابط الهيدروجينية تخصنا بعد ما تنكسروا هذا الروابط تخصنا حد نجموعة البروتينات باش ما تسمحش لهاد قواعد العضوية الزوطية من إعادة جديد الروابط بنتهم بالنسبة للفاهيم لفهد الدرس اللي اخسر الدنيوم البال ليا هاد العلاقة صفة بروتيين او مور صفة لدي نخده بمثال ديال لانسولين اللي هو بروتيين هو هرمون في نص الوقت هذا البروتيين هذا اللي اسم سولين إذا كان فيه خلال تركيب دياله لدينا الظهور صفة جديدة اللي هي الإصابة بداء السكاري إذا هاد الصفة مرتبطة بهذا البروتيين هذا ومرتبطة كيفية أداء الوظيفة دياله إذا الصفة عبارة عن طور الذي يلعبه البروتيين هاد الانسولين إذا ما قمش بالطور دياله بالتالي نتحدث عن صفة جديدة اللي هي الإصابة بداء السكاري إذا كانت يقوم بالطور دياله كما يجب لي هو المساهمة في خفض تركيز غليكوز بالدم بالتالي نتحدث عن صفة اللي هو فرض سليم بالنسبة للعلاقة موريتا صفة او موريتا بروتيين إذا الموريتا تراقب تركيب البروتيين والبروتيين هو الصفة إذا العلاقة اللي كانت بالموريتا الصفة تمر عبر البروتيين الموريتا تراقب تركيب البروتيين والبروتيين هو الصفة يجب عليك حدد الأصل الوراثي لهذا الإصابة او لهذا الخلل بمعنى غدت تحدد طبيعة التفرق اللي وقعت على صعيد الأبدئين ثم مسألة أخرى ديال اللولب المنسوخ اللولب الغير منسوخ بمعنى اللولب المنسوخ بمعنى مباشرة سنخرج الأغير منسوخ بتكامل القواعد الأضوية الغير منسوخ ولسمعنى اللولب غير منسوخ إذا خاصنا نخرجوا اللولب المنسوخ ديال الأدعين عاد نخرجوا منه الغير منسوخ إذا نعمل على باش ندير تمارين أخرى إن شاء الله فالخبار الكرياتيف الأيام المقبلة إن شاء الله ما تنسوا شي تشجلوا في القناة بالنسبة لتلامد التلميذات اللي يلا تشوفوا هاد الفيديو هاد أول مرة وضغطوا على الزر باش يوصلكم دايما الجديد فقال الآن إلا نودعكم إلى اللقاء